وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا نساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تعدوا السفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوية ما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصلافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا راه وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أوذين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أوذين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تنصون بها أوذين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهن أخ أو أخت